السلام عليكم أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في حصة جديدة على قناة علوم حياة الأرض الجميع معكم الأستاذ عطرحمن بإنسبة التلاميذ والتلميذات التي تشوفوا هذا الفيديو الأول مرة تشجلوا في القناة وضغطوا على الزر على الجرس باش يوصلكم دائما إن شاء الله الجديد على بركة الله نبدأ التمرين دينا يمثل التنفس الخلاوي مجموعة من التفاعلات التي تمكن الخلايا من إنتاج ATP ويتم جزء منها في الميتوكوندري تعريف هذه التفاعلات أحيانا انطرابات إطر التعرض لبعض المواد الكيميائية مثل الانتميسين A وهو مضاد حيوي تنتجه بعض الفطريات فطرستريبتوميسيس يؤدي تعرض الإنسان لهذه المادة إلى نعكاسة خطيرة على مستوى الاستقلاب الطاقي الخلايا لتحديد كيفية تأتي الانتميسين A نقترح المعطيات الآتية إذا هذا الجمال اللي قررنا أشن هو الضور ديالهات تتحددنا أشن هم المعلومات اللي ممكن نحتاج لهم إلى القناة واحد سؤال للشكل التالي اعتماداً على معارفك أو مكتسباتك إذا هذا التمرين هذا كامله تدور على آليات التنفس إذا ما غاديش نستعملوا آآ مصطلحات ديال الدرس ثاني مثلاً الساركمير العضالة أو آآ مثلاً نتكلموا على التقلص أو على زمن الكومون هادش ما غاديش نستعملوا اللي غادي نستعملوا غير المعلومات اللي تتعلق بتنفس الخلاوين فقط في الوسط 1 تم تتبع تطور تركيز كلمة تنائي الأكسجين الأطباء قبل وبعد إضافة حمد بروفيك ويبين الشكل 1 من الواتقة 1 نتائج محصلة في الوسط 2 تم تتبع تطور تركيز تنائي الأكسجين قبل وبعد إضافة كلمة الحمد بروفيك في زمن التى 1 ومادة 320A في الزمان تى 2 وبيون الشكل باء من الواتقة 1 نتائج محصلة إذن النتائج كنت على الشكل التالي عندنا جوجة ديال الميبيانات طلنا نصف كل ميبيان على حدة إذن تم تطمو الجواب ديالنا تم تكتبو وصف نتائج محصلة في شكل آليف نقطتان الى السطر بالنسبة للتركيز الأكسجين نقطتان الى السطر عندنا هنا هذا محوار أفاصل شنو الدور دياله كين في هاد النقات إذن غادي نصفوف هاد النقات هادو قبل هاد النقطة هادو إذن تورينا محوار أفاصل شحال من عارضة غادي نستعملو في الوصف ديالنا تندكر بأن الوصف ديال واحد الميبيان غادي نستعملو ثلاثة الكلمات على حساب الشكل ديال منحانا إما تتكلمو على استقرار أو انخفاض أو ارتفاع ولكن مني غادي نذكر استقرار مدقو استقرار منحانا نسجل استقرار تركيز الأكسجين مثلا أو ارتفاع تركيز الأكسجين أو الخفاض تركيز الأكسجين نجيو الخطوة الثانية هي كل منحانا خصنا نحددوه نحددوه باش تتعلق هذا اللي بلون أسود ومتاصل نوما وقتين مثل تركيز الأطف خط وقتين الأكسجين إذا بداعوا بركات الله قبل إضافة الحمد البوروفيك نسجل استقرار في تركيز الأكسجين عند إضافة الحمد البوروفيك نسجلPs منحانا عند نفاذ الحمد بروفيك نسجل استقرار في تركيز الأكسجين في الوسط نسجيل استقرار تركيز الاتيب بي وممكن نعطيه قيم فاشو مستقر ثم عند إضافة الحمد البروفيك نسجيل ارتفاع في تركيز الاتيب بي بالوسط عند نفاذ الحمد البروفيك نسجيل استقرار في تركيز الاتيب بي ترجع الستر ونكتبه بالنسبة للشكل باء أو وصف الشكل باء عند إضافة الحمد البروفيك قبل إضافة الحمد البروفيك نسجيل استقرار في تركيز الأكسيجين عند إضافة الحمد البروفيك نسجيل نخفاضة في تركيز الأكسيجين في الوسط عند إضافة الانتيميسين آن نسجيل شي باستقرار في تركيز الأكسيجين في الوسط تلبو من هنا نقطرح واحد الفرضية تفسير علاقة بين مادة الانتيميسين آن وإنتاج الاتيب بي اقتراح الفرضية ما تينيش انه نجيبوش حاجة من عندنا نقتروح هذا الفرضية اعتمادا الى اه الوثقة واحد اه غاد نستعمل واحد تقنية بالنسبة للتلميذات اللي قاع المستوى ديالهم ضعيف مثلا رغم ممكن يتجاوبوا على هاد الفرضية بتباع الطريقة التالية تدخلوا مكان الفرضية فارغ وتنتبعوا تقرأوا المعطايات اللي جاية من بعد السؤال ديالا اقتراح الفرضية هذه المعطايات تعطونا المعلومات اللي خصنا نكتبوك فرضية سواء كانت على شكل ملاحظة مجهرية او على شكل نتائج تجريبية نشوفوا هذا المعطا التاني احتوي الغشاء الدخلي الميتوكندرية على مركبات بروتينية تشكل السلسلة التنفسية تبين الواثقة اثنان تسلسل تفاعلات اكساد اختزال التي تحدث خلال انتقال الالكترونات عبر مركبات السلسلة التنفسية وموقع تقتير مادة الانتيميسين ا اذا هم أعطونا الفرضية اللي بنا نكتبوها اينا تقتير موقع الانتيميسين ا تقتير في السلسلة التنفسية فاشة تقتير وشف انتقال اش بليز تمنع او تكبح انتقال الالكترونات بالتالي تكفح عمليات تفاعلات الاكساد اختزال اذا هذي الفرضية دينا من يجبناها بالمعطا يتلعطونا وترجع الاهمية دي لتكسطورة اللولانية اللي قرينا هنا نرى اوضحونا باش يتعلق التمرين لا تتعلقش بتخمور ولا بالعضالة يتعلق بتنفس اذا تال فرضية دينا خصات كنت تتكلم على تقتير لانتيميسين ا في التنفس ما نقولو شي في التخمور لانه التمرين كاملو مبني على التنفس وهالتفاعلات ديال التنفس تقسير اللونتميسين في التنفس اذا نعود في حالة اللي اطلبو منكم مثلا فرضية غاد تخلي المكان ديال الفرق غاد تقرى من بعد غاد تلقى القصدات تحقق مساحات الفرضية نتائج التجربية بالتالي غاد تخرج بواحد مجموعة من المعلومات اللي غاد تطفون كفرضية ولا اعطاوكم معطاء هو اللي غاد تستغلو كفرضية والفرضية رغم ان تكونش مسبوقة ربما اضن او يمكن تلك الجواب صارح نعيد يدال انتميسين ا تؤثر في تفاعلات اكساد اختزال التي تحدث على صعيد سلسلة التنفسية بل لكي نقاش ان تكبح انتقال الالكترونات هي تفاعلات اكساد اختزال نشوفو المعطاء او السؤال التاني بستثمار واثقة اثنان اذا هنا روجهونا من غاد نجيبو الجواب ديالنا غاد نجيبوه فقط من الواثقة اثنان لا غير ماشي من اللح في الدولة من القرينة بين العلاقه بين منح انتقال الالكترونات وجود اكساد اختزال مختلف مركبات سلسلة التنفسية اذا هذه الواثقة اثنان اذا بغيتو تستغلو احد الواثقة خاص تصفو هاد الواثقة هذي يجب وصف هاد الواثقة اذا اش لي عندنا فاد الواثقة عند منح انتقال الالكترونات وجود اكساد اختزال اذا الالكترونات تنتقل افتجاه جود اكساد اختزال مرتفع اذا انا فاد الواثقة ما يتلاء اما السؤال اشنا هو السؤال دينا اللي كان اش من العلاقه كينا بين منح انتقال الالكترونات وجود اكساد اختزال اذا قلنا ان الالكترونات تنتقل افتجاه جود اكساد اختزال المرتفع سؤال الثاني با فسر تأثير اضافة الانتيميسين على تركيز تنائل اكسجين مبين اذا انا فسر مش غاد يحتاجو لحفظ ما 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 حفظناش هادش في القسم ما قالش لكم الانستاذ الانتيميسين كيف تؤثير غاد يحتاجو لتوظيف الواثقة اذا كيفاش هاد الانتيميسين غاد تمنع من استهلاك الاكسجين اذا 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 بي نخفض الاكسجين بمنعها مش اختفى تتحوذ الى ماء اذا لا تنقول انخفض التركيز الاكسجين بمعنى انه تحويل الى ماء اذا كيف تؤثيرا انتيميسين ا من كبحات هذا المركب الالكترونات ماوصلش للمركب رقم 4 بلتالي لن يتم اختزال الاكسجين اذا كيف تؤثيرا انتيميسين ا تكفاح المركب رقم 3 بلتالي الالكترونات لا يصل الى المركب رقم 4 ولا يتم اختزال الاكسجين بتالي يطبقى تركيز مستقر بالوسط نشوفوا السؤال الأخير مستعينة بالوثيقاتين إذان هاد المرات لبهم النجوش للوثيقات فنصر تأثير مادة الانتميسين على إنتاج الاتيبي إذا ترجع هاد التفسير هادا ما قرأتوهش إذان غادر خرجوه من خلال الوصف دياننا للوثيقة باش ما بدوش نعتقدو أن التفسير هو الحافظ فقط إذان في الوثيقة 2 أشعدنا عندنا أن المركاب رقم 3 يكون مكبوحا في الوثيقة 2 أفوال في الوثيقة 3 عندنا تفاعلات اكساد اختزال التي تحدث على سعيد السلسلة التنفسيات كوين ممالي أش بلس عودت هذا الأخير عبر الكورادات الشمرخ تؤدي لتفسفر أضيبي والإلكترونات تصل للمركاب رقم 4 حيث يتم اختزال الأكسيجين مزيان إلا جمعناهم بجوج بمعنى أن جمعناهم بجوج سوف نفعل هذا المركاب رقم 3 لا يكون وظيفي سوف يكون مكبوحا إلا كان مكبوحا سوف يحدث لن تمر الإلكترونات ولن تصل إلى المركاب رقم 4 ولن يتم اختزال الأكسيجين شيء الذي يكبح تفاعلات الأكسيجين من هذا النواقل لن يظهر ممالي أش بلس بالتالي لن يتم تشكيل أطيبي إذا وضفنا المعلومات لفهذه الواثقة دخلناهم لهذه الواثقة 3 وما يعطيناك كيفاش الانتميسين سوف تؤثر في تشكيل الأطيبي وما يعطيناك كيفاش علاش تقول الشي صادق ديالك فسر لي هاد الكم برطمو ديالك وما يعطيك تبين كيف تؤثروا هاد الانتميسين ولكن ماشي من اللحفتي من الواثقة نبقى للآن إلا نودعكم إلى أمل لقاء بكم في حصة مقبلة ما تبخلوا شيء إلى القناة بالدعم ديالكم القناة ما بدأتش بكري باش ان شاء الله تنساهم ولو بجزء بسيط في النجاح ديالكم ان شاء الله في التفوق غتضغطوا الجرس باش وصلكم دائما الجديد وغتشجلوا في القناة وكذلك غتساهموا في نشر المعرفة عبر البرتاج في الواتساب إلى اللقاء في الحصة المقبلة ان شاء الله